السلام عليكم ازايكم اخباركم ايه جايباتكم النهاردة فيديو كده من نوعات الفيديوهات اللي انتو حبتوها الستات الاسيابية البسيطة جدا اللي كمان روتينهم وكمان مطبخهم وقصة حياتهم بمعنى اصحة كده شبع بيوتنا كلنا البيوت البسيطة اللي بالفعل كده بتاخد منك وقت وبجهود عشان تنظفيها وكمان كل حاجة فيها بتكون بمنتهى البساطة طبعا بقى السيدة اللي قدامنا جابت ضرفة الخزين بعد ما كانت جايبة المشتريات بتاعتها وبدأت تنظم البيت عندها كده بالصورة اللي احنا شفناها واكيد طبعا تنظيم المطبخ من الحاجات اللي بتاخد معاك وقت خصوصا طبعا لو انت هتقراري تفضي كل ضرف المطبخ زي ما هي عملت دلوقتي قرأة تشيل كل حاجة ومسحة سريعة وتلميع سريعة لكل التفاصيل دي وبعد كده نبدأ نرس كل حاجة بنظامه ترتيب حتى الفرن الكهرباء اللي عندها بدأت كمان تجيبه وتخسله كويس جدا قبل اكيد ما تبدأ ترس كل حاجة مكانها فالحاجات دي كلها بالفعل بتكون محتاجة منها جهد كبير جدا وبتقول في يوم زي ده اكيد مثلا عندي اكل قبلها بيوم او مثلا هكيب باكل من بره بحيث استغل الوقت ده كله والمكان كمان ما ياخدش معايا زحمة بقى وحيث ان انا متوترة هطبخ ولا هنظف ولا هعمل ايه بالزبط طبعا كل الحاجات اللي انتوا شايفينها دي ممكن اعملها كذا مرة خاصة طبعا الفورن اللي كايت حاسة ان عليه نسبة دهون كبيرة فقرية طبعا تغسله وتمسحه اكتر من مرة وحب اقول لكم كده كمان ايقادكم الحلوة معايا وحماسكم عشان اقدر كمان انزل لكم وعرض لكم كل جديد في مجال التنظيم والترتيب ده والروتينات بالفعل اللي بتكون كلها مشجعة ومحافزة جدا بالنسبة لنا دلوقتي طبعا خلصت كل حاجة والمطبخ بتاعها يعني يعتبر كده جف من دهون اللي كانت عليه والدنيا بقت تمام هتقرر طبعا كده دلوقتي ان هي ترجع كل حاجة لمكانها بنظام وترتيب حتى ضرفة فوط المطبخ بتقول كان كل الكلام ده مخصول معاها ومية فل وحشرة ونبدأ كمان كده نرجع كل حاجة بأسلوب معين ونضافة معانا زي ما هنشوف دلوقتي وبتقول قد ايه الموضوع مش هيكون صعب ابدا ازاي تستغلي كل الحاجات دي بطريقة سريعة وتنجز معاك وبقى شكل المطبخ النهائي زي الفل وده يمكن كمان اللي كلنا بنحاول ان احنا ندور عليه انما الكركبة والفوضى وان كل حاجة تكون ببقى هدلة ومش في مكانها الطبيعي كل ده طبعا بيأثر عليك بالسلام وزي ما قلتلكم اللي عاجبني جدا في السيدات دي ان بيوتها شبه بيوتنا كلنا لا فيها بقى الحاجات الاوفر ولا الحاجات الصعبة ولا الحاجات الغالية جدا بقى بأسعار زهيدة جدا وكلكم طبعا دايما بتكتبويني تحت في الكومنتات ده معظم السيدات الاجنبية اللي بتعرضيها بيكون كمان يعني بيجيبوا منتجات غالية ما نقدرش نوفرها يعني يعتبر السيدات بتاعت النهار ده المنظمة اللي بجد وصلت للمطبخ بتاعها المرحلة النهائية وميد فل بعشرة كلنا اكيد في بيوتنا بنحاول نعمل زيها تعالوا نبص كمان برضو كده على تنظيف التسريحة بتاعتها ده خياد دلوقتي وقررت برضو كده تنظيفة سريعة تفض منها كل الحاجات اللي موجودة بتقول يعني شوية المنظمات بتاعتي على شوية كمان برضو الشوزات اللي كانت حطاهم من تحت كانت طبعا بتحاول تنجس كل حاجة عشان تستغل كل الوقت بتاعها وده كمان في حد ذاته لو جيت تبصوا اليوم بتاع المطبخ طبعا تنظيمها لقط النوم جير تنظيمها للتسريحة بتاعتها كل حاجة بيكون ليه هوات انما تسحم اليوم كده بالنسبة للك كل وتحسي بالتوتر والخنقة ومش قادرة اقليم اليوم بتاعك اكيد طبعا ده ياخد منك وقت ومجهود كبير قابل تعالوا نبص كمان برضو كده على تنظيف بقى الحيطان اللي موجودة عندها في المطبخ جابت السلكة بتاعتها او اللزبونشة اللي بتستخدمها ومسكت كل الحيطان بالكلور والمية والصابون ويلا بينا نعمل بقى الدحكة السريعة صدقوني احنا ما بنرتاحش خلص في المطبخ غير ما بنعمل الحركة اللي زي دي تنظيف سريع للمطبخ كده بتحس ان الدهون اللي كانت موجودة عندك كلها راحك والتنظيفة السريعة دي بتفرق جدا معاك واظن كلنا بالفعل بعد ما بتعملي الحركة دي بتحس كده بالراحة النفسية وان الدنيا حواليك بيئة ميت فل وعشرة واظن طبعا دلوقتي مجرد مرجعت كل حاجة لمكانها تحس ان البيت كده بيتنفس من الراحة النفسية اللي فيه واكيد برضو تنظيف البوتاجاز بالنسبة لها بتقول لو انا عايزة نضافه من الالف لليه اكيد برضو هياخد مني يعني وقت شوية ساعة مثلا كده ولا حاجة عشان نجيب الحوامل بيلي عيون بتاعة البوتاجاز بتنظيفه كله من جوا ومن برا لازم نقولي الحاجات دي هتاخد معايا وقت جدا ندخل كمان دلوقتي كده على حاجة صغيرة كانت جايباها ده زي المنظم طبعا بقى بتاع الكافي كورنر الشاي والقهوة بتوعك او حسب ما انتي حابة ممكن تحط فيه الخلاط بتاعك تحط فيه مثلا حاجات عندك على رخامة المطبخ وده بالفعل اللي هي عملته جايبا لون وبينك لون برضو كده العجان بتاعها على لون برضو الترمز بتاع المية او كمان كاتل بتاع الشاي او الخلاط او الشواية عمتا كيها كانت حابة تعمل تشكيلة حاجات كده حتى جهاز الوافل ده كانت جايبا بلون البينك وبتقول دي شوية المشتريات البسيطة اللي انا كنت جايباها طبعا كل واحدة في دول بتحاول دايما تشوف بيتها نقصه ايه ازاي طبعا تقدر تنظمه ازاي تقدر توضبه وتعالوا نبص كمان دلوقتي كده على تنظيفها لحجرة الاطفال عندها بتقول بالفعل انا عاملت كده قسمة عندي في الدولاب حتى فيه الالعاب اللي بتعملي زحمة وتوتر طول اليوم وطبعا هنا كمان برضو كده بتحاول تعمل غسلة سريعة لفوق الدولاب وتنظيفه وتبدأ بعد كده طبعا ترس كل حاجة في الدولاب بصورة منظمة اكتر نيجي نبص كمان كده الشكل العام قد ايه بيكون ميت فل وعشرة قابل كمان ما ترس الملابس بتاعتها قررت تمسح الدولاب من جوه ومن بره قسم الفوت على قسم الشوزات الخاص بأولادها على قسم الملابس كل حاجة في مكانها شايفين كده شكلها منظم جدا بتقول حجرة زي دي خصصت لها اكيد برضو يوم كامل عشان اقدر اوضبها التوضيبة المثالية من وجهة نظرية شكرا شكرا تعالوا نبص هنا كمان برضو دلوقتي كده برضو على تنظيفها لحجرة النوم عندها وتلميع كل حاجة الملايات والدولاب والتسريحة وكمان الارضية في النهاية بعد طبعا مفارشة السرير وضبط الدنيا وخلت البيت كده بينطق فعلا من النظافة زي ما قلتلكم البيت بسيط جدا لكن هيكفي النظافة والنشاط بتليحنا اخدناهم منها كمية الباور والطاقة اللي موجودين عندها ماشاء الله يقدروا يحفزوا اي واحدة فينا تنظمة هنا كمان برضو لحجرة النوم والدولاب بتاعها كان برضو محتاج منها وقت احب اقولكوا طبعا ان معظم الروتينات دي كلها متجمع على ايام مختلفة عشان اعمل لكم فيديو حلوة اوي وبالنسبة طبعا للناس اللي هتقولي يا مصرعة الفيديو اكيد مش القب معاها في تشيرت تشيرت وهي بتنظمت انا حاولت كمان هاد الفيديو بصورة كمان سريعة كده عن اللي هي جيت مصرعة صراحة عشان اقدر او بيين لكم بالتفاصيل هي بتعمل ايه عمطان طبعا كده فضت معنات دولاب وبعد كده طبعا هتبدأ ترس الملابس في ضرفة ضرفة زي ما هتشوفه دلوقتي يعني زي ما كل واحدة فينا كمان بتعمل عندها في البيت المهم طبعا بتبدأ تنظم كل حاجة في مكانها واظرنا طبعا كده التنظيم بالنسبة لها بالفعل يعني بتبين لنا اجمل حاجة عندها واجمل صورة بالنسبة لها ندخل كمان دلوقتي معاها على التلاجة البسيطة او اللي يمكن التلاجات دي كيتموجودة الاول عندنا وبعد دلوقتي كمان استطايلها قديم احب اقول لكم ان هما محتفظين جدا بالحاجات دي وبتقول بتقول ما ايدك في الحاجة وانضيفة وزي الفل هتعيش معاك اكيد لفترة اطول اشتركوا في القناة واكيد طبعا يوم الغسيل بالنسبة لك ده اكتر يوم بيكون متعب جدا ومع ذلك بالفعل هي بتغسل بالطريقة الاديمة اوي اللي يمكن بالفعل الناس كتيرة جدا نسد الطريقة دي وحب اقول لكم قد ايه الموضوع بالنسبة لها بسيط والحياة بمنتهى البساطة كده زي ما انتوا شايفين وبالفعل يكفي نظافها والنظام اللي هي بتقوم بيهم عندها في البيت اتمنى اكيد ان الفيديو النهاردة يكون عجبكم ولو عجبكم الفيديو هستنى اكيد لايكاتكم الحلوة وحمسكم مشترككم معايا واشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد ومع السلامة اشتركوا في القناة